السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزول فلاهم تحية كبيرة لكم وكل كمراكم معاكم لطفي دوب القناة وتحية سبيسيال خاصة لدوك ليجان اللي قاعدين يبعتونها في الليفوتو ويحطوا فيهم لا للعودة الخامسة وتحية عالشجاعة تيعكم وعالقوة تيعكم ولا حبكم للوطن يا جماعة وليخرجوا في الطريقة دوك يا خوتي يا خوتي ربي يحفظكم إن شاء الله والله غير طلعتوا قيمة الجزائر يا جماعة هادو الناس العصابة ليحكمين البلاد تجرؤوا إنهم يتعداوا على القانون ويرشحوا إنسان ميد قانونيا ممنوع يترشح رئيس بوتيفليقة ميد سايي كلينيك مويلي مور هذا السيد ما يقوى إلا على التنفس والتنفس الإصطناعي رو ساعات بركة باش يخرجوه تشوفوا دوترواسوغون ما عم بناش حتى اليوم مجمعه راهوا في وانا بلاد راهوا في وانا مستشفى رئيس مغمى عليه ما هو واعي ما هو مدرك للوضع ما هو عم باله بالدنيا مسكين قاعدين يقودوا فيها ويتمسخروا ويقولهم او هو اكتب رسالة او هو عم باله بالوضع وادا كل بشخن مو بيه ويسين يو بيه رئيس يا جماعة أمام العالم كامل كل كل قاعدوا يتحكوا علينا في الأخبار بتحهم ويقولوا يا ناس فيكم عروحكم وش هاد السيد اللي جبتوه وش هاد المهزلة والسلطة هاد يا جماعة كي رشحتوا وحطت بوتفليقة كانت تقول في بالها باللي هذا الشعب صعي قلبه مات روح درله وش درله مسكين ما ميشوف فيه خمس سنين الرئيس ميت وما بانش ويخدموا بيه وعم بالنا كل وطبقة السياسية والبرلمانيين كل عم بالهم باللي السعيد هو لي يحكم واخوه هو لي يحكم والسيد ميت بس عقل قلبهم مات رمسة كتين والاخرين يقولك وش دخني والاخرين يقولك يا بركة فحتى يعني في الخارج يا جماعة قاعدين يشوفوا في هذا الظلم حار ومش في السلطة عم بالهم سلطة ديكتاتورية كيما الدكتاتوريات الكل في العالم سنورمال هي ترشح وتزيد وتحب الدرح وتعمل هذا عادي هذا الطماعين في الدنيا عادي بس عالي حارو قللك هذا الشعب الجزائري يشوف الظلم كما هذا وساكت الشعب قابل بهذا الظلم كون جاء شعب اسمحولي يعني كما بعض الشعوب في دول الخليج كنا نقولوا معليش سما معروفين مساكن بالبس عالي شعب الجزائري كان رمز الحق رمز اللي قلبه سخون رمز انه ما يقبلش بالباطل شعب يعني اللي كانت شيكي فارا كان يحلم يجيل هنا يعني نيلسون مومدلة كان يحكي عالشعب الجزائري هو ما حابين يبدو بينو للعالم بالليسائي هديك الجيل مات هديك الحرارة ماتت رم عفسنا عليهم ورهم قابلين نورمال وعايشين وشفاها والاخر يجيب لك حديث والاخر يجيب لك آية يقول لك نعم لازم نرضاه ولو انه الظلمة وربي دوك يتهلا فيهم لا يا اخي ربي يبعث لك انبياء ومرسلين ودروس وكتب سماوية باش تعرف تميز الخبيث من الطيب باش توقف وتساند الحق وباش تندد عالباطل وانت تقول له لا يا ربي دير انت خير اناصيبه وانا دوك نصلي وانزكي وانصوم وانت برك انصر الحق وحنا خاطينا برك حنا قل يقول لك ما فهمت والو ما فهمت والو تسمى في الرسالة تسمى للإلهية للبشرية ما فهمت فيها والو فهمت انها مجرد حركات وحفظ آيات وكلمات خاطئة ربي ما يسحق لا صلاتك لا صيامك لا زكاتك لا حجك هدي كليك زيادة في أعمالك يحب المواقف تيهاعك يا جماع يحبك تفهم الرسالة اللي هي ابتلاءات وحيتنا كاملة صراع بين الخير والشر وانت رح توقف مع الخير وحالشر حتشتهد للخير ولا للشر ولا رح تقوله لا خاطيني برك اناني حشيش اطالبة معيشة شوف انت درس انت القوي انت العظيم ربي عن باله انه القوي والعظيم وانه الجبار والقهار تهار وربي عن باله بكل الصفات والاسماء الحسنة تيعو ربي حابك انت واش تعلمت من اللي يصوم الدرس اليوم الشباب هدوك الي يوقفوا ويهزوا لافتا وفاهلال للعهدة الخامسة صحيح يا جماعة باليوم حمشوا رح يغير بس على الاقل قاعد يدافع الشرفت عالجزائر قاعد يدافع الشرفت عالجزائر قاعد يدافع الشرفت عالججيل ويقولوا هم قادرين يعتقلوهم وقادرين يمنكروا فيهم يديروا فيهم الشر بس صح والله يا خياتي غير صابرين وقاعدين يدافعوا على الشرفت عالجزائر قاعد يدوروا وجههم يقولك الله غالب احنا ما عدناش نقضوا ندافع على الشرفت عالجزائر قاعد يكتلوها فيكم بلك يفقرونا بلك ينفيونا بلك يسودوا الصورة طيعنا بلك يتهمونا يقدروا طبعا يقدروا السير بس حاجة يا جماعة ما تقتلوش الحرارة لغرستها الاجيال فيكم تع المقاومة تع الجزائري لينكر الباطل نعم قول صح راحين يطلعوا في العهدة الخامسة السير بس كوا عندهم الجيش عندهم العسكر عندهم المال عندهم الإعلام عندهم كلش بس على الأقل أنا نقول نقول بلي ننكر اللهم إن هذا منكر فاشهد أني نكرته العهدة الخامسة منكر نهز ورقة ونقول ما نشني مع العهدة الخامسة وراني ضدها انتم قويين علي يا صيفري انتم عندكم كل الآليات وكل الأجهزة وحتى المال به تشريه وبعض الناس مساكن يلا غالب في سوسيتي عدعا كشير تشريه بس حكينين شباب والله قاعدين يدافوا على الشرفة على الجزائر في عدة مناطق بالشي اللي يقدروا عليها حتى جندي ساعات يبعد تصويره مسكين راك مش كما تصور الريزك اللي يخادوا هدك الجندي باش يكتب التصويره ولا يكتبها في يده رام كون يفيقوا به عدي تريبونال ميليتاريا ويعدي يا مات كحلة والله راو يضيع عمره بس حمال الجريسة والله يكتبها ويحطها ويفاصها ويقول يا ربي ما يفيقوش بيا باش يدافع على الشرف بالشي اللي يبقالوا وان شاء الله كون نشجعوا بعضانا يا خاتي والله غير هاد من العصابة راهم زيروا في زيروا يا خاتي رام ينفيوا ويدخلوا الحبس ويخوفوا هما أوفان زيروا يا جماعة ربي وفق المهم وما زالوا الفيديوهات والله ما نسكتوا عليها يا جماعة كيما درنا في العهده الرابعة وما تهمناش النتيجة يا جماعة النتيجة على ربي سبحانه وحنا يهمنا الأسباب اللي نقدموهم يا جماعة هذا باطل أنا نشتهد عقد ما نقدر إذا ربي كتب فيه لهنا ما عليش بصع أني الربع يديه ونقول لا ونزيد الروح نسيب لي دير تصويره ونضحك عليه ونقوله ويش من الفايدة دير يا أخي هذا راوي دافع على الشرف تع الجيل تعال الجزائريين تعاليوم راوي دافع عنده نيف بالشي اللي عنده ضعيف أضحك عليه أنه ضعيف وافتخر به أنه الراجل وفحل وبيان سيريا أخي كيما قلت لكم والله قلبهم عمر وراني مفريني عقد ما نقدر نشكركم وتحية كبيرة لكم ولازم يبقى الشرف تعال الجزائريين مرفوع حتى ولو العصابة قوية لازم الشرف ندافع عليها جماعة ولا للعهده الخامسة ربي سهل لكم اشتركوا في القناة